لانا لا تبعتوا بوضي نقول لكم بشي اشتقيق مفاوضة اكس ليبان رمزا المؤرخين للمغاربة ما رجعوا لاش كتير لان خصوصا ان الافواه مكمومة ممنوع ليهضر في التاريخ والتاريخ ره مهم بالنسبة الينا لاننا نستفيد منه هاد المفاوضات اريد لها ان تكون مفاوضات من اجل فريق واحد وليس للمغاربة ككل ولهذا قبل ما ناخدوا الاستقلال دينا اللي كان عندنا فيه خلاف ارى ما زال ما استقلنا لازلنا ولا زالت اراضينا مغتصبة محتج الشعب المغربي لا زال مغتصبا تهو اليوم تنشفوا ان القضية الوطنية مع كامل اسف اصبحت مهددة اليوم تنقرأوا وتنسبعوا عبر الاخبار ان ما يحدث اليوم بالقرقالاس يعني خطير جدا وان البوليزاريو صبح الان في المحيط الاطلاسي وان هناك اتفاق بين موريطانيا وجزائر والبوليزاريو باش يديروا واحد خط فاصل ما بين المغرب وما بين افريقيا في الوقت اللي المغرب اليوم تيدافع باش يولي الاتحاد الافريقي وانت يعني التلفزيون الرسمي وبعض الجرائد اللي هي ابواق اللي تدر ان انتصار المغرب اليوم لا اليوم نخصنا الحقائق نقولوها للناس ونقرأوا عود اشتسقول الموندو اشتقولو الصحافة الاوروبية اليوم في القرار ان الاقالم الجنوبية اللي هي ارض مغربية محضة اليوم ما دخلاش في الاتفاقية ديال السيد البحري وديال الفلاحة يعني واحد المسائل ماشي نبقاو نروجوا المغربة شي حوايج لله المغربة قصوا ما يعرفوا كل شيء اكبر عدو عنه والله ما الفقر والله ما الجهل والله ما الامية الخوف كأن الارزاق تقطع لدرت ادرا كأن راسي غير تقطع لاخذة موقف هذا هو مشكلتنا راجل تدقاه واقف راجل ام قدم تيدووخه شيخ تيدووخه وإلا اخدتي شيء قارار تبقى بنادم هنا عندنا بعد شيء وحدين في القاعة اولو ما لعلها شيء رغي قتله رأسا في اولاد ومشاو يا اخوي اولادي وكل شيء في يدي الله سبانيا بقت عشر شهور لأنها في حزاب ديمقراطية مسؤولة امام الشعب والمرخارتين ديالها متى وجهتها تيلي كوموت ما عندهم مش تركتور احنا التركتور كان بتطاقش سمسية الموتور دياله شو يبدأ بتطاقش سمسية الموتور ليوم جابوه بالغاز عاود سبانيا دولة من الضماء إدارة من الضماء سبانيا احزاب دياله اللي بقوتيت نفسه فيما بينه سبانيا دستورها ما شو دستورنا المالك يسود ولا يحكم سبانيا لكن احنا لا احنا عندنا المؤسسة الملكية رئيس دولة عنده كلمته في تشكيل الحكومة وكذلك اختيار الاشخاص هذا المنطق لنهار اللي خرج حزب تصريح ديال سبان كيران قال ان السفؤاد علي الهمة ساعدني لترميم الحكومة وكذلك لما دخلنا احنا في الفين وطناش كنا قررنا في الجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اننا غادي نطفعوا التليفونات الى ما كانش وزارة جهيز وبعد وزارة المهمة ما داخلينش فاذا بي تيجي السفؤاد علي الهمة والمرحومة زوليخة الناصري الى منزل الامي العام وعطاوها اللائحة وكانوا هما الوزارة ودخل الحزب استقلال لحكومة راضينا ام لا المهم دخل الحزب استقلال لحكومة تيجي بعض جرائد اليوم وبما فيها كما قد لكم جرائد الافريقية والدولية ان حميد سباط والعرقالات الحكومة او حميد سباط وش هو اللي مكلب بتشكيل الحكومة عش هذا حميد سباط المعرقال الله كبار فاش خرجنا من الحكومة ما كناش معرقلين ولكن يقرر الحزب انه يدخل الحكومة راح حزب استقلال يجل يزول بس كل الحكومة علاشها الخوز باش التركتور يبقى في الحكومة والمعركة مع التركتور بدت في الجنوب الخوز اكدي ميزيك كانت حرب اولا على حزب الاستقلال في الجنوب لتنحيته وتصفيته راح تنخسره بزاف ديال النوقات باش نكونوا واضحين وواقعين بير الحلول اللي كان منطقة عازلة فيها تدفن محمد بن عبدالعزيز المركش فيها او مقربون شي اللي خصم يعرفون الناس ولا دا الاخوان اللي مبلوكي الحكومة راح معروف ولكن غير تيزيد في الطين بالله تيزيد في الطين بالله شي اللي يحل المشكل مشكل اما الحكومة تكون برئاسة رئيس الحكومة الحالي اما العودة الى انتخابات سابقة لأوانها تكون في مارس او افريل اشتركوا في القناة